لا تنسون تفعلون خاصية التنبيهات عشان يوصلكم كل شي جديد من الغنات لا تكلمت عنها لشي معين وهذا الشي لحد الحين ما طالع راح أتكلم عنه بالتفصيل في هذا الفيديو فخلينا نبدأ أنا تعودت في الفيديوهات اللي راح أتعطيكم اسم الشخصية هو الاسم الحقيقي إذا كان لها أول اسم الكامل بس الشخصية الوحيدة اللي ما لها اسم حقيقي حاليا هي سومبرا هذا الشي اللي كان موقفني لفتاة طويلة راح أشحلكم كل شي بالتفصيل طبعا حاليا نعرفها اسمها سومبرا وعمرها 30 سنة تعيش في دورادو مكسيكو موقع بلزرد حق أوفرواتش تشوف اسمها مشفر أنا كنت أشوفه مشفر بس كان في بالي أن أقول أوه هذه معلومات حاليا ما طلعت أكيد راح تطلع في المستقبل بس طلع خطأ كل شي اللي فكعت فيه خطأ واسمها مشفر من نفس الموقع فما أعرف هل بعدين في المستقبل راح يطلع لنا شي في اسم سومبرا الحقيقي وراح يغير كمان من القصة ما أدري عن هذا الشي راح أخلي هذا الموضوع إلى بعدين ونشوف بعدين اسم سومبرا إذا طلعنا أي معلومات أو أي شي جديد عن اسم سومبرا راح أعطيكم مية أول بأول سومبرا معروفة بأن هاكر سيئة السمعة على الإطلاق أسوأ هاكر سيئة السمعة هي سومبرا في عالم Overwatch طبعا وطبعا مميزة سومبرا أنه تتحكم بالأشخاص اللي عندهم مناصب عارية وطبعا شفنا هذا الشي في فيلم الانيميشن أول ما زاد سومبرا كيف تتحكم بالأشخاص اللي عندهم مناصب عارية وأحين راح أعطيكم ثلاث معلومات عن سومبرا تنطبق على الشخصيات الأساسية الشي الأول إن سومبرا تحب تهكر وتشفر جميع الأشياء الصعبة في عالم Overwatch هذا الشي الأول الشي الثاني إن هي المساعدة الأيمن حق ريبر هذه معلومة مرة قوية وشي الثالث إن سومبرا شخصيتها إنعزالية صعب إنه تكون أشخاص من العالم الخارجي يعني تشوف شخص في الشارع أو شخص يعني أي شخص عادي تتعرف عليه صعب إن الناس تستجمون معها بسبب تفكيرها ووحدتها اللي هي عايشة فيها وحين راح أنتقل معكم شباب إلى ماضي سومبرا اللي ما تكلموا عنه في فيلم الانيميشن هذه معلومات مرة مهمة وأتوقع رأي تعجبكم بشكل كبير طبعا سومبرا كانت وحدة من الشخصيات أو وحدة من الأطفال اللي كان يتامى بعد حرب الأومينيك يعني أمه وأبوها توقع متو في حرب الأومينيك هذا مع الكلام اللي فهمته وطبعا كانت تعيش في مكسيكو ومكسيكو ديك الفترة بعد حرب الأومينيك دمرتها بشكل كبير وتأثرة وناس كثير منها والطريقة الوحيدة اللي عاشت فيها سومبرا إنه تستغل الناس عن طريق التحكير والكمبيوتر وتستخدم المصالح الشخصية وكانت تعيش من صغرها على هذا الشيء وبعد فترة سومبرا أن أخذت عن طريق إصابة اسمها اللوس مورتوس يعني سومبرا ما انضمت لهم اللي عصابة أخذتها هل أخذتها هنا بالقوة أو بالطيب ما أذكرها في القصة بس أن العصابة أخذت سومبرا وهذه العصابة اسمها لوس مورتوس جانج يعني عصابة الموت هذه العصابة طبعا تشتغل ضد الحكومة المكسيكية ليش؟ لأن الحكومة المكسيكية في ذاك الوقت كانت تساعد الناس الأغنية لمصالح الشخصية وتسحب على الناس اللي كانت محتاجين فكانت هذه العصابة ضد الحكومة في هذا الشيء يعني هم العصابة أن تساعد الناس الفقراء والمحتاجين وتحارف ضد الأغنية يتحرك الجهاز و أحين رح أطيكم قصة من قصة سومبرا اللي ساوتها و خلتها تفكر في التحكير بشكل كبير يوم من الأيام سومبرا أخذت سلة من البريد أو صمون أتوقع عنه بريد أو صمون أصمون بريد أخذت هذه السلة و ودتها إلى رئيس الشرطة و رئيس الشرطة اسمها ريفير رح تشوفون الصورة على الشاشة الي حين قدامكم هذه السلة أعطيتها إياكا هدية في نفس الوقت هي تعطيها الهدية سرقت جميع المعلومات و أخذت جميع المعلومات اللي فيها في هذه اللحظة بعدما شافت سومبرا المعلومات عرفت أن تحكير الرجال الأقوية مثل رئيس الشرطة و رئيس الحكومة والسياسيين و الناس المشهورين رح يعطيها قوة كبيرة فصارت هذه الناس كلها هدف رئيسي حقها وبعدما سوت هذا الشيء وسيطرت على أغلب الناس الموجودة من السياسيين و الناس المشهورين و مال الشرطة بعدما سقت كل المعلومات و صار عنده قوة كبيرة صار الهكر يتجرؤون الهكر يعني في كم فتاة العالم يتجرؤون يحاولون يقلقون سومبرا بنفس حركاته و يبقون معلومات حق يكونون عندهم قوة كبيرة هذا الشيء مرة كبيرة و في يوم من الأيام صارت في مؤامرة كبيرة على سومبرا مؤامرة عالمية الكلية بيأخذ المعلومات اللي عن سومبرا ويعرف منه أساسا سومبرا فاضطر أن سومبرا تمسح جميع المعلومات الموجودة عندها في الأجهزة و تخفي هويتها و تختفي بعد هذا الحادث ولا أحد يسمع عنها أي شيء يعني سومبرا تمسح جميع معلوماتها و تختفي من الحياة و بعد اختفاء سومبرا رجعت من جديد و سود فوضى كبيرة في العالم فوضى لدرجة أنه دخلت منظمة التلم بسبب هذا الفوضى راح أشاهكم بالتفصيل المهم في شركتين مهمتين كبار اسمها واحد الأولى فوليسكايا اندستريس مصانع فوليسكايا موجود في روسيا هذا الموبل اللي نلعب في لتشوفونها اللي نقدمكم على الشاشة هذا الأول و الشركة الثانية اسمها لوماري كومباني أتوقع نطق صح لوماري كومباني هذه شركة كهرباء موجودة فين؟ في المكسيك إن شاء الله راح أتكلم عن هذه الشركة بعدين بالتفصيل في فيديو ثاني منفصل لأنه عندي معلومات و نظريات أتوقع راح تكون صحيحة بشكل كبير و إن شاء الله تعجبكم فنتكمل موضوعنا بعد ما هكلت سومبرا هذه الشركتين الكبيرة منظمة تلون شافت سومبرا و احترمتها قالت يا حبيبتي أنت بيت طيبة لازم نجيبك عندنا تشتغلي معنا و دخلت إلى منظمة التلون و في نفس الوقت يوم دخلت منظمة تلون أساسا منظمة تلون كانت تشتغل مع العصابة اللي كانت موجودة في المكسيك و اسم العصابة لوس مورتوس اللي هي عصابة الموت اللي تكلمت عنها من قبل شوي فالحين شباب المعلومات اللي حقولكم إياها من هذا الجزء مهمة جدا 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 ركزوا معاي و افتح إلانك يا حبيبي عزل طبعنا حين عرفنا سومبرا دخلت مع منظمة التلون منظمة التلون تشتغل مع العصابة اللي كانت فيها سومبرا أول حلو حلو أول ما دخلت سوا عملية مرة كبيرة شنو هذه العملية هكروا موقع شركة لوماري كومباني اللي تكلمت عنه من قبل شوي شركة الطاقة أو الكهرباء الموجودة في المكسيك حلو وحطوا موسق باسم رئيس الشركة يعني رئيس الشركة أننا حط موسق بس سهلة حطتنا سومبرا اسم رئيس الشركة قولميرو بورتيرو أتوقع اسم صح خطا ما يهمنا نسمي بورتيرو لأن اسم صعب حاولت أنطقه مئات مرات ما عرفنا بس خلوا الاسم هذا في بالكم قولميرو بورتيرو هذا راح تكلم عنه فيديو ثاني منفصل في معلومات كثير راح أعطيكم مياها من اكتشافي أنا ما أحد اكتشافها أنا اللي اختيش منها بنفسي راح أعطيكم مياها حصرية في القناة فإن شاء الله فيديو جاي راح يتكلم عنها المهم بورتيرو هدا هو قولنا رئيس الشركة فحاط Kush انه بورتيرو اللي حاطنه شونه كاتمين في هدا المنصغ كاتمين ان بورتيرو راح يتكلم عن الشركة والفساد اللي يسويه في الشركة وفي مكسيك اساسا في نفس الوقت فا لا اخيать نفس المهم في نفس الوقت كان في هدا المنصغ كيف كان يسويها القدار وعدد الشركات الي موجودة كانت تتسويها القدار tief 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 club يعني العبوبةети وشركة رأس المطاعمة على عقل فضحة والناس اللي تشتغل فيها والشركة اللي بقادة هو رئيس الشركة وفوق هذا المكسيك أو قانون في المكسيك قام يحاكم الشركة بسبب هذه الأشياء اللي انذكرت في الموقع وفي نفس البونستي اللي حطه روى وأدل أن شركة فشكارا كوبريشن تكلمت عن شركة فشكارا كوبريشن من قبل في مطع سمترا إذا ما شفت الفيديو أتمنى تشوف الفيديو في الدسكريبشن تحت تدخل مطع سمترا تكلمت عن فشكارا كوبريشن كثير هذه موقعها في ريو دي جنيرو في البرازيل هي مع قصة لوسي متواصلة المهم كان في مخطط بين هذه الشركة مع شركة فشكارا كوبريشن يسوون مشروع طاقة في ريو دي جنيرو في البرازيل فهذا البوست اللي حطت السومبرا فضحتهم كلهم وصار القانون المكسيكي يلاحق هذا رئيس الشركة اسمه غلميرو بولتيرو هذا غرب الاسم والله اسمه صعب وبعد ما حطت هذا المصق صار رئيس الشركة مطلوب كمجرم وصار القانون الى حق هذه الشركة بعد ما انفضح وصارت هذه الفضيحة عليه زي ما قلون قدم استقاطه وطلع من الشركة وفي نفس الوقت سومبرا كانت تجاهز للتحكير لفولسكايا اندستري المابل الموجود حاليا في اوفر واتش هذه المعلومات مرة مهمة اتوقع رح تأثر في قصة اوفر واتش في المستقبل بشكل كبير بشكل ما تتصورون طبعا فيديو جا رح تكلم عنه بالتفصيل اتمنى ما اتأخر على الفيديو جا لان تحضير للفيديو اللي جاي وهذا الفيديو اخذ مع وقت مني طويل طويل مرة مرة وطبعا بعد ما استقر رئيس الشركة جاء موعد الفيديو اللي شفنا للانيميشن لسومبرا او منزدت طبعا او منزدت سومبرا حاطوا فيلم انيميشن الفيلم الانيميشن والقصة في فيلم الانيميشن تأتي موقعها بعد الاحداث هذه اللي صارت اللي ريكتكم مياها كلها يعني كل الاحلاف تصير بعدين هجموا على فولي سكاي اندستوري وفولي سكاي الفيديو هو اللي شفنا اساسا في القصة طبعا اذا ما شفت هذا الفيديو راح اتشوب رابط حاقه في الدستفشن تحت ما اقدر احط لكم مياه هنا لان راح يجوني كوبيرايت وطبعا ما احبي كوبيرايت ولا يحب الكوبيرايت اساسا لان اذا جان كوبيرايت كثير راح تتسكر القناة وما راح استفيد وتعب بك اللي يضيع بلاش فتقريبا كذي شباب وصلنا هذا الفيديو اتمنى عجبكم استمتعتم فيه طبعا هذا الفيديو فيه معلومات مرة كثيرة وخوينا بورتيرو راح اخليه في فيديو جاي منفصل لان معلومات مرة كثيرة وما ابي اسوي فوضف في الفيديو واحد يعني تخيل مثلا خليهم فيديو وين يكون معلومات منفصل اكثر يكون استيعاب الواحد فيهم افضل لو نخليته مع بعض فيديو راح يكون 20 دقيقة ومليئة معلومات وراح اضيع معلومات على الفاضي فاخليك الفيديو حال منفصل احسن وكل معلومات ترتبط بالثاني يكون شيء افضل بانا تشوف بالنسبة لي فتقريبا كذا وصلني هذا الفيديو بس حاب اعطيكم معلومة شباب الفيديو جاي راح تشوف فيها معلومات ما راح تحصل ها ابدا في القنوات الثانية هاد معلومات اللي راح اكره من اكتشافي انا من تحليلي انا من استنتاج انا راح اعطيكم مع اثبات معلومات مرة قوية اتمنى تعجبكم اذي فتر اللي راح اتمنى اضغوطوا بالشكل كبير ما تتصورون حتى ان مدرجة ان اوفر ويتش كان لفل كم ممكن عشرة بس 21 حاليا بس عشرة لفل في شخرين انتم متخيلين يعني وضع ان ما كنت اقدر العب بشكل كبير ف بس اعطيكم يعني الصورة اللي كنت فيها وطبعا الفترة الجاية مع كيف فيديو راح انشر قناة من قنوات شباب اللي يكلموني قالوا انشر قنات عندك في ناس كثير كلمتني قالت جهاد بك انشر قناتي وان ان شاء الله راح انشر قنوات كلكم وان اكلم في اسرع وكما اذا وصل للترتيب اللي عندي الناس كثير يكلمتني رتبتم عندي قلت خلاص هذا شباب راح انشر قنوات هم واللي اشوف يستاهل ويحتاج دعم احس ان قناة ممتاز يحتاج دعم يكلمني على تويتر وان شاء الله ما اقصر معكم جميعا اذا احنا العرب ما ساعدنا بعض كل واحد ما نشر قناة الثاني ما نستفيد نبقى كمية العرب يكون افضل يكون في قنوات اكثر ومحتوى اكثر فيكون تشوف ابداع وتنافس مو تنافس عدوان بحالة يكون كالصداقة يعني انا عندي واحد من اصحابي اجيب عندي احط خلي نزل فيديو عندي في القناة ونساعد بعض اذا ما ساعدنا بعض ما نستفيد الافتون علي كيف يعني احنا العرب ما شيكو هذا خوينا هذا حبيب الزلم ما نقدر عليه راح تشوف القناة في الاشتراك وشاهدوا فيديوهات اتمنى تعجبكم طبعا ينزل اوفر واج ديفيجين و ديستيني اقول يا رجال خليك اوفر واج لعب مع ديستين بس ما تسمع كلامي الله هي هذي فاذا كنت تحب ديستيني لا تنسي تتابع قناته اذا كنت تحب اوفر واج لا تنسي قناته ديفيجين اتوقع الناس نسيته بس ما ادري اذا كنت تحب ديفيجين بعد لا تنسي قناته فعرفين عليك كيف شباب اتمنى هذا فيديو اعجبكم والناس اللي وعدتم ان شاء الله الفيديو جاي راح تكلم عنكم بالتفصيل في الفيديوهات الجاي وكل واحد راح اعطي الفيديو ويستحق فنشوفكم عليها فيديو جاي وتون صحي يعني تكاثر المعلومات لا تنسوا حرموني من لايك ولا تنسوا الشير يعني الشير شي مهم في الحياة والله شي مهم يعني تخيل الناس تستفيد كلها من الشير فلا تحرموني يعني اذا نقدر نوصل هذا فيديو بعد 10 الاف لايك اكون شاكر لكم بشكل اشتركوا في القناة